اهلا احبائنا مرة اخرى برحب فيكم في هذه الحلقة حديثنا وموضوعنا عن الفداء لكن حطنا في صيغة كتير كتير حلوة فداني واخد مكاني ضيف الحلقة او خليني اقول صاحبة مكان مش ضيف طبعا الاخت رشا نور اهلا وسهلا اخت رشا اهلا بيك يا اقنى صار كتير كتير فرحانين انك معنا في هذه الحلقة وراح طبعا اتكلم في هذا الموضوع في الحلقة اللي مضت اتكلمنا عن الصليب بنفس الاطار شو كان بيعني لك الصليب نفس الشي انا رح اسألك بنفس الصياق وبنفس الصيغة موضوع الفداء شو بيعني لك انت كرشا نور قبل المسيح ولا بعد المسيح خلينا بتعرفي لانه انت من خلفية اسلامية وانه كلمة الفداء كمان هي معروفة في الاسلام يعني كلمة مش غريبة لكن يمكن شرحها او تفسيرها بيختلف بين الصياق الاسلامي او الصياق المسيحي لكن تفضل ياه طبعا قبل ما انا اعرف المسيح او قبل ما انا اقبل عمل الفداء من اجل وربنا يغير حياتي كانت حياتي مختلفة كانت تفكيري عن كلمة فداء مختلفة فداء ما كنتش ببصله حتى من المنظور الاسلامي يعني البنياء ده بالعادي الطبيعي اللي في الشارع اللي بيتعامل كل يوم مع الناس ايه معناها الفداء بالنسبة له بتلاقي مراضفات كتيرة جدا زي مثلا فداء الوطن فداء مثلا حد بيفضي حد بروحه زي مثلا الحادثة بتاعت زاوية الحمرة واحدة كانت ماشى في الشارع وجي عمل ارهابي وجي زابط فداها وهو مات وهي عشت وقدي ايه ست دهيت وهي قاعدة المستشفى كانت بتقول انا قدرت العمل ده ده عمل عظيم انقص حياتي الرجل ده فداني فالفداء هو ان حد يقدم حاجة بالنياب عني الفداء ان حد يقدم روحه بالنياب عني الفداء ان حد اسير يحط واحد مكانه ده مكان ده فالفداء حاجة يعني كل واحد في الشارع محتاجها مش بس كمسيحي او الناس المسيحيين او المسلمين او البني ادم العادي محتاج ان هو يكون عنده فادي حد يفديه بحاجة يفديه بمشكلة جياله حدثة جياله يفديه منها يعني حتى في التعبيرات العادية احنا نقول فداك يعني عارف نقول حاجة وقعت وقولك فداك يعني ما بتستهل فيه شيء اهم وهي الفكرة يعني داما فيه شيء مكان شيء بالضبط فيه نقطة انا قبل ما يعني اعرف المسيح كانت عندي كده فكرة عن موضوع الفداء لمست قلبي من قصة انا كنت قرأتها يعني لو تعرف قصة اللي هو المدينتين في واحد شرير واحد كان طيب طيب حطوه في السجن والشرير كان بار وراح جيه الشرير بدل كان اخو التوقم فده قعد مكانه واعدم مكانه والطيب ده طلعه بار السجن طبعا الفكرة ده هي بعيدة عن المسيح يعني لان المسيح هو بلا خطيئة هو الانسان البار اللي جالي انا الشريرة واخد مكاني يعني بالضبط العكس هو اللي حصل مش زي قصة المدينتين بس الحتة ده هي قد ايه اثرت فيي انا ان انا اشوف واحد بيتحاكم مكان حد يعني عملت فيا تأثير وده كان سبب من الاسباب اللي خليني افهم ان في حد ممكن يجي مكاني كان صعب قوي ان انا يجي مكاني حد احسن مني عادة الوحش هو اللي بياخد الجزاء لكن اما يجي واحد افضل مني واحسن مني بكتير وهو البار اللي بلا خطيئة هو اللي يجي مكاني ده كان بالنسبة لي عمل انا حسيت قد ايه انا ضئيلة امامه قد ايه انا ممتنة امامه انتبه انت عملت كده ليه يا رب ليه ليه المسيح جه واخد مكاني كان صعب بالنسبة لي ان انا افهم ده لغاية اما ربنا ابتده يفتح عناية ونور ذهني وديني ضوء داخلي في قلبي عشان افهم يعني ايه فداء يعني افهم ان هو جيه واخد مكاني